موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى مجازي أخبار الآن أحبط مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية محاولات داعش لكسر الحصار الذي فرضه المقاتلون عليهم داخل مدينة الرقة خلال الاشتباكات التي شهدتها الأحياء الشرقية للمدينة قتل 31 مسلحا من داعش كما دمرت قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة مصفحات عسكرية وعربتين مفخختين وعربتين عسكريتين تابعة لداعش أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الركن عبدالغني الأسدي الجمعة أن النصر النهائي على تنظيم داعش في الموصل سيعلن في الأيام القليلة المقبلة وقال الأسدي إن المتبقي من أفراد داعش بين مئتين إلى ثلاثمائة مقاتل غالبيتهم من الأجانب من جانبه أقر تنظيم داعش بخسارته في المعركة الموصل مبررا هزيمته بالكر والفر وحدد قضاء تلعفر مقرا مؤقتا للتنظيم أصيب سبعة جنود في تفجيرات انتحارية كما تم إلقاء قنبولة يدوية استهدفت قوة من الجيش اللبناني كانت تنفذ مدهمة في مخيمين للنازحين السوريين شرق لبنان بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الجمعة وقالت الوكالة في بيان إنه في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع صبات في صفوف العسكريين كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة كشف مصدر قضائي في فرنسا أن الرجل الذي صدم بسيارته الحاجز المحيط بمسجد جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس الخميس أرماني ويبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عاما هذا وكان الرجل قد صدم بسيارته الخميس الحاجز المحيط بالمسجد دون أن يخلف ضحايا قبل أن تقفه الشرطة بتهمة محاولة شان هجوم قال مسؤول في ميانمار اليوم إن بلاده سترفض دخول أعضاء فريق تابع للأمم المتحدة يسعى للتحقيق في حالات قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبتها قوات الأمن في حق أقلية الروهينجا المسلمة وكانت الحكومة قالت إنها لن تتعاون مع المهمة التي تشكلت في أعقاب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس أذار الماضي قدم ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في شركة توكيو للطاقة الكهربائية قدموا للمحاكمة في اليابان بتهم مرتبطة بكارثة فوكوشيما وقد رفض الثلاثة الاتهامات الموجهة لهم مؤكدين أنهم غير مذنبين بسبب الإهمال المهني الذي أدى إلى وفاة وإصابة المرضى الذين تم إجلاؤهم من مستشفى بالقرب من المصنع شكرا اشتركوا في القناة